وده نخب الوطني ربح مجارة دعوة لمدافع ناديا الإفريقية تنسي مختار بالخيطر تحسبا للتربص القادم الذي سيجريها الخضر والذي ستتخلى لهم واجهتين وديتين ضد رأس الأخضر والبرتغال حيث أكد اللاعب لقناة النهر وصول دعوة مجارة بعد عودته القوية مع الناديا الإفريقي وتتويجه بكأس تونس في انتظار اختياره ضمن القائمة النهائية علما أن بالخيطر متواجد حاليا مع ناديه بالسعودية في إطار المباراة المؤهلة لكأس العربة للأنديا